اشتركوا في القناة وطرح في الإعلام أيضاً يتعلق بلقاء الرئاسات الثلاث بالقوى السياسية وقادتها نقشت في هذا الاجتماع المهم قضية الموازنة وهي قضية أساسية هذه الأيام وكذلك مسألة الأزمة المالية مع إقليم كردستان حرصت الحكومة من وراء هذا الاجتماع بعد سلسلة من التطورات تعلمونها على خلق جول من التفاهم جديد وفي الواقع كان الاجتماع إيجابياً جداً جرى الترحيب بخوض جولة من الحوار الجديد لوضع حلول لهذه المعضلات في هذا الاجتماع الحكومة دعمت وجهات نظر متعددة وتلقت دعماً من قادة الكتل السياسية فيما تعلق بموضوع الموازنة تحديداً هذا النوع من الاجتماعات يؤمن تمريراً إيجابياً وسريعاً في مجلس النواب لأن هذه التفاهمات تعقد لتمرير الموازنة في الاجتماع أيضاً قدمت مبادرة الحوار الوطني هدف هذه المبادرة خلق جو إيجابي بصدد الانتخابات وعدالتها ونزاحتها تعلمون أن القوى جميعاً يجب أن تعمل من أجل تأمين عدالة ونزاها للانتخابات القادمة والحكومة ما زالت مصر على إجرائها في وقتها المعلن في السادس من حزيران القادم سنة 2021 إذن هذه المبادرة مهمة أيضاً لمستقبل العراق فيما يتعلق بالانتخابات وهي أيضاً تتوخى تأكيد مسألة السيادة الوطنية موقف العراق ووحدة العراق أساسية في هذه الحكومة من أجل صياغة مواقف موحدة أيضاً جرت تعريج في مجلس الوزراء على الأحداث في إقليم كردستان هناك تأكيد على أن تكون المظاهرات السلمية وتأكيد على الحفاظ على سلامة المواطنين والأهجس الأمنية في الوقت نفسه وهناك أيضاً ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة العراق بلد ديمقراطي مكفول فيه التظاهر سلمياً الموضوع الآخر الذي أثير أيضاً أن السيد الرئيس الوزراء عقد اجتماع مع ذوي الاحتياجات الخاصة في نهاية الأسواء الماضي يوم الخميس أعتقد وكان بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة جرى الكلام في هذا الموضوع أيضاً ووجهت الوزارات لضرورة إيجاد فرص عمل وإلى أولوية وأهمية لذوي الاحتياجات الخاصة ليس تفضلاً بل عملاً بقانون هنا قانون يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حصتهم في التعيينات القانون رقمه 38 وحصتهم 5% جرى التأكيد على هذا الموضوع وتوجيه الوزارات بحضور اجتماع في وزارة العمل لهيئة الإعاقة شهرياً لمعالجة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد فرص العمل لهم بعد ذلك جرت النقاشات في موضوعات جدوى الأعمال أول القرارات طبعاً النقاشات كثيرة وهناك موضوعات أجلات لكن ما أقر لدينا ربما خمسة قرارات مهمة الأول أن مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران المدني على أن تستكمل لاحقاً متطلباته الإدراج ويتم تمويل المشروع من الصندوق الصيني الأمر الثاني أن مجلس الوزراء أقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات ومشاركة البيانات المصادق عليها من مجلس الأمن الوطني هدف هذه الوثيقة هو أن تحدد المسؤوليات والأدوار وأطر العمل من أجل سلامة المعلومات تحدد ضمن المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية على حد سواء القرار الثالث أن مجلس الوزراء ناقش ملف يتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات أيضاً بصلاحية الاستمرار بالتعاقد لتنفيذ الخطة السنوية التعاقد ينتهي في الخامس عشر من كانون الأول مدد لأسبوعين إلى واحد وثلاثين كانون الأول من أجل استمرار عمل الوزارات في تعاقداتهم أخيراً ناقش مطولاً مجلس الوزراء مسألة استحداث خمسة جامعات وكليات أهلية المناقشة ركزت على متطلبات وزارة التعليم وكان هناك حقيقة آراء تتعلق بضرورة الاستحداث لاستيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة هذا العام المتخرجين من المرحلة السادس في الاعدادية ولذلك تخذ قرار في مجلس الوزراء باستحداث الكليات والجامعات الآتية كلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار جامعة المشرق الأهلية في العاصمة بغداد وجامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة وكلية ابن خلدون الجامعة في العاصمة بغداد وجامعة ساوى الأهلية في محافظة المثنى هذا الاستحداث جرى نقاشه وكما بيّنت هناك طاقات استيعابية مطلوبة في الكليات والجامعات لأعداد كبيرة متخرجة هذا العام ولا بد من استيعابها في كليات وجامعات جديدة هذا هو الملخص أتلقى الآن أسئلتكم السلام عليكم على حسين الموظفين للشهر الأول من العام المقبل شكرا جزيلا تحدثت قبل قليل عن الموازنة أنا أعد أن اجتماع هذا اليوم بين الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية الموجودة والفاعلة ليس في المشهد السياسي العراقي فقط وإنما في البرلمان في مجلس النواب اجتماع هذا اليوم هو أساسي وهو حلقة أخيرة للعمل لتصويت على الموازنة في مجلس الوزراء فوضعت هناك ساد جو من التفاهم ووضعت خطة لتمريره والتصويت عليه خلال الأيام القادمة ستعقد في المجلس وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تعقد جلسة استثنائية له بعد هذا الاجتماع اليوم مع القوى السياسية هذه مسألة فنية لا نستطيع التنبؤ بها لكن جلسة استثنائية ستعقد لتصويت على الموازنة بعد التفاهمات التي حدثت اليوم مع قادة الكتل السياسية السلام عليكم بيستون سلام من فضايا كورسات نيوس ما هي مصير موظفين إقليم كردستان هل هم جزء من المشكلة أم جزء من شعب العراقي الشق الثاني من سؤالي في الاجتماع للرؤساء لحزاب العراقية مع الرؤساء الثلاثة هل هناك تفاعل للوصول إلى اتفاق مع قوى الكردية لحل المشكلة والأزمة في المجلس اليوم تحديدا كان هناك نقاش مستفيض لمسألة الرواتب في كردستان أعتقد أن حكومة الإقليم وافقت على قانون الاختراض وهناك جولة من النقاش الذي سيستتبع ذلك ربما غدا دعا إليه سيد رئيس مجلس الوزراء مع الإقليم لحل هذه المشكلة صار خير خالد لنصاري بلومبرغ نيوز معالي الوزير في جلسة اليوم المنعقدة جلسة مجلس الوزراء هل تمت إحالة عقد بيع النفط العراقي بطريقة الدفع المسبق وإذا أحيلت هذا العقد إلى أي الشركات قيمت طريقة البيع الشر ستكون تفاصيل إذا أكوه حتى الآن تلقت وزارة النفط عروضا متنوعة لمسألة بيع النفط بالدفع المسبق وهي قيد الدراسة وستخضع بالتأكيد بعد دراستها لأخذ موافقة سيد رئيس مجلس الوزراء هذا ما لدينا من المعلومات حتى الآن هناك عروض شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر